موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان وموعدنا اليوم مع فتح عظيم كبير وفتح كلما تذكرناه ثارت في نفوسنا الأحزان والأسى والغضب ذلك أنه فتح لأرض غالية فقدناها أرض نبتت فيها حضارة إسلامية عظيمة زاهرة وأخرجت لنا كنوزا كثيرة من علماء التفسير والحديث والفقه واللغة والتاريخ فوق ما أخرجته من علماء الطب والصيدلة والزراعة والفلك والهندسة وغيرها وهذا الفتح هو الفتح الذي صار به الإسلام منتشرا في العالم القديم كله في القرات الخلاث المعروفة في ذلك الوقت وهو أيضا فتح مدهش فتح تعجب له أهل زمنه كما يتعجب له حتى الآن أهل زماننا هذا حتى أن الخليفة نفسه خشي على جيش المسلمين من شدة سهولة هذا الفتح ومن تواغلهم في هذه الأرض فأمر أن يرجعوا ولا يستكملوا خشية عليهم من الضيعة موعدنا اليوم مع فتح الأندلس كان ذلك في مثل هذا اليوم 28 رمضان من عام 92 للهجرة تبدأ قصة هذا الفتح العظيم من العراق وهو أمر نتعلم منه أن لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فسيدنا خالد بن الوليد بينما يفتح العراق ويحررها من الإمبراطورية الفارسية المجوسية كانت من أهم المعارك التي انتصر فيها معركة تسمى معركة عين التمر هذه المعركة هي في الأنبار الآن يعني عين التمر الغربي الأنبار الآن هذه المعركة يعني لما استولى سيدنا خالد وجد في هذه البلد كنيسة وكان في هذه الكنيسة أربعين من الأسرة فحررهم سيدنا خالد رضي الله عنه نحن يهمون من هؤلاء الأربعين ثلاثة فتيان الفتى الأول اسمه سيرين وهذا فتى أخذه سيدنا أنس بن مالك وأعتقه هذا الفتى هو والد التابعي الكبير والفقيه الجليل والمفسر والمحدث وشيخ أهل البصرة في وقته محمد بن سيرين والفتى الثاني اسمه يسار وهذا يسار سيلد لنا فيما بعد أشهر رواة السيرة النبوية على الإطلاق محمد بن إسحاق بن يسار كلكم تعرفون سيرة ابن هشام سيرة ابن هشام هو اختصار وتهذيب لسيرة ابن إسحاق يهمون نحن في هذه الحلقة الفتى الثالث الفتى الثالث هذا اسمه نصير وهو والد صاحبنا البطل الكبير والفاتح العظيم فاتح المغرب والأندلس موسى بن نصير طيب لكي نفهم فتح الأندلس نحتاج أن نرجع إلى فتح المغرب ففتح المغرب بدأ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع سيدنا عمر بن العاص عمر بن العاص بعدما استكمل فتح مصر اتجه إلى برقة وطرابلس وهما الآن في ليبيا وكانت يعني برقة وطرابلس كانت من موانئ الدولة الرومية البيزنطية وفيها حاميات بيزنطية فمن هنا يعني في زمن سيدنا عمر بن العاص بدأ يظهر سيدنا يعني بدأ يظهر اسم سيدنا عقبة بن نافع هو عقبة بن نافع تابعي ليس صحابيا وطبعا هو بطل كبير ويعني فاتح المغرب سيدنا عقبة بن نافع فعقبة بن نافع في ذلك الوقت بدأ في فتح المدن وفتح زويلة زويلة اللي هي الآن في جنوب غرب ليبيا وكذلك ظهر معه اسم بصر ابن أرطاء ولأنه فتح ودان ودان الآن يعني نستطيع نقول على خط واحد جنوب سيرت يعني مدينة سيرت إلى الجنوب منها مدينة ودان كل هذا كان في نفس العام اللي هو عام 23 للهجرة بعدما استكمله فتح الأسكندرية لكن عقبة بن نافع سيظل مقيما بهذه الأنحاء لينشر فيها الإسلام وسيقدم المثل للفاتح المسلم المرحلة الثانية كانت في عهد سيدنا عثمان بن عفان تولى مصر في ذلك الوقت عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وقاد حملتين بنفسه وصل فيهما إلى فتح سبيطلة سبيطلة الآن في تونس الكلام يعني تاريخ تقريبا كان سنة 29 الهجرة لماذا سبيطلة؟ لأن سبيطلة في ذلك الوقت كانت هي عاصمة رجل اسمه جرجير جرجير هذا هو والي بيزنطي انشق عن الامبراطورية البيزنطية واتخذ عاصمته في هذا المكان سبيطلة لأنها في العمق ليست على الساحل يعني ليست كقرطة جنة مثلا التي كانت عاصمة الإقليم في ذلك الوقت هو اتخذ موقعه هنا لأنه كان يخشى من حملات الأسطول البيزنطي فكانت سبيطلة نوعا من الحماية له وبالتالي صارت مع وجوده فيها عاصمة هذه المنطقة فتوجه إليها الفتح هذا الجيش الذي قاده عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عرف في التاريخ بجيش العبادلة لأنه ضم مجموعة كبيرة من الصحابة وأبنائهم ممن يحملون اسم عبد الله فهذا الجيش كان فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن مروان بن الحكم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي بكر فاجتماع هؤلاء سمي لأجله جيش العبادلة وانتصر المسلمون في محاولاتهم فتح سبيطلة بهذا الجيش وكان ذلك من خلال فكرة جاء بها عبد الله بن الزبير يعني استطاع أن يقضي بها على جيش الروم مما لا يتسع له الآن هذا المقام طيب هذه المعركة معرقة سبيطلة نستطيع أن نقول إنها المعركة التي أنهد الوجود الرومي البيزنطي في منطقة المغرب بعد ذلك توقفت الفتوحات في المغرب الإسلامي لأن الفتنة التي حصلت في قلب العالم الإسلامي فتنة مقتل سيدنا عثمان وما وقع من النزاع والاشتباك بين سيدنا علي وسيدنا معاويها ولما عادت الوحدة بعد ذلك على يد سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه عام 41 الهجرة وصار معاوية خليفة استؤنفت الفتوحات فقام والياه على مصر معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد كلا الرجلين قام بحملة الحملة الأولى لها حملة معاوية بن حديج فتح فيها بن زرت هذا كان في سنة 47 للهجرة يعني تقريبا الفتح توقف 20 سنة الحملة الثانية قادها عقبة بن نافع وفتح تونس يعني كانت تسمى إفريقية وكان هذا بعد الحملة الأولى بعامين يعني في سنة 49 للهجرة في هذه اللحظة بدأ أن المسلمين حققوا إنهاء الخطر الأمني والسياسي من قبل الروم لكن لم يحققوا بعد الغرض الأهم من الفتوح الذي هو هداية الناس للإسلام لأن الانقطاع الذي حصل في الفتوحات يعني أدت بعدد من ممن أسلم إلى أن يعودوا مرة أخرى إلى الجاهلية وإلى الردة فلأجل هذا فقر عقبة بن نافع في بناء مدينة إسلامية تكون يعني قاعدة ومركزا متقدما للمسلمين في أنحاء المغرب لكي يستكمل منها الفتوحات يعني بدل ما يكون العاصمة في القاهرة أو في الفستاط فبعيدة لا تستطيع أن تشرف على كل هذه الأنحاء فاتخذ مدينة القيروان بناها في حوالي خمس سنوات من خمسين إلى خمسة وخمسين هجرية فكانت مكانا مأمونا للمسلمين سكنها العرب ومن ثبت على إسلامهم من البربر وصارت مكانا متقدما للفتوحات وبذلك أيضا صارت ولاية المغرب ولاية مستقلة عن مصر فيما بعد سيدنا معاوية ولى على إفريقيا الأبو المهاجر بن دينار وأبو المهاجر رجل سياسي حكيم يغلب السياسة على القتال فاستطاع أبو المهاجر أن يكسب قلب زعيم البربر الشخص المشهورة في التاريخ اسمه كسيلة واستطاع أن يستعين به ضد مراكز وقوات تابعة للروم منتشرة في المغرب الإسلامي ففيما بعد لما جاء يزيد بن معاوية ولا عقبة بن نافع على ولاية إفريقيا عقبة بن نافع يعني لو أن أبو المهاجر بن دينار تغلب عليه السياسة فعقبة بن نافع يغلب عليه أنه محارب ومقاتل ولم يحسن في سياسته مع كسيلة زعيم البربر وفي الحقيقة هذا مما عاد عليه بالضرر انطلق سيدنا عقبة بن نافع حين تولى في عهد يزيد انطلق سريعا حتى وصل إلى منطقة السوس الأدنى قريبا من طنجة التي هي في المغرب كان هذا في عام 62 للهجرة نزل في أعماق بلاد المغرب الأقصى وهي المنطقة التي لم يغزوها أحد قبله كما قال له صاحب سبتة وخاض بفرسه داخل المياه مياه المحيط الأطلسي وهو يقول كلمته المشهورة اللهم لو كنت أعلم أن خلف هذا البحر أرض لا خطه إليها أدعو إليك أو أفتحها في سبيلك وقفل عائدا إلى المدينته القيروان هناك كان كسيل زعيم البربر يعد له كمينا وبالفعل قتل فيه سيدنا عقبة بن نافع فيما بعد في الديار الإسلامي حصل انقسام آخر وهو الانقسام الذي حصل بعد موت معاوية الثاني معاوية بن يزيد فتوقفت الفتوحات مرة أخرى للنزاعات التي كانت بين خلافة عبد الله بن الزبير في مكة وبين أهل الشام وفي قضى هذا حوالي تسع سنوات أو عشر سنوات حتى استعاد الأمويون السيطرة مرة أخرى وصار عبد الملك بن مروان خليفة وصار أخوه عبد العزيز بن مروان وليا على مصر وفي هذه المرحلة سيظهر إسماني جديدان في فتوح المغرب هما زهير بن قيس البلوي وحسان بن النعمان طيب كانت المواجهة المهمة الأولى هي مواجهة كسيلة وقبيلته التي قتلت وقال المغرب السابق وعقبة بن نافع وبالفعل استطاع حسان بن النعمان أن ينتصر على كسيلة وأن يخمد هذا التمرد وعاد إلى القيروان وفي أحد زياراته إلى الشرق يعني عند مدينة طرابلس فوجئ حسان بن النعمان بقوات مغيرة من الروم وقاتلها كان في قلة فاستشهد يعني نستطيع أن نقول أنه إنجاز حسان بن النعمان أنه حقق نصرا كبيرا وحاسما على هؤلاء الأمازيغ المتمردين وقضى على فلول قوات الروم وأنشأ مدينة تونس أيضا وفي أيامه أشعلت الكاهنة ثورة الكاهنة هي يعني شخصية قوية كانت تتولى زعامة قوم من قبيلة صنهاجة القوية الكبيرة فاستطاعت أن تنتصر على حسان بن النعمان وأن تضغط عليه حتى تراجع إلى برقة منتظرا أن يأتيه مدد من الخلافة ماذا حصل بعد ذلك في فتح المغرب نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذن سرنا في رحلة المغرب قلنا أنه أبو المهاجر بن دينار عقبة بن نافع زهير بن قيس البلوي وحسان بن النعمان ثم جاء دور صاحبنا وبطلنا الفاتح الكبير موسى بن نصير وهذا الذي بدأ يتلافى ما وقع فيه عقبة بن نافع من قبله عقبة بن نافع كان رجلا سريع الفتح موسى بن نصير كان رجلا يفتح بتؤدة ورسوخ فمن فتحه عقبة بن نافع في أقل من سنة أعاد موسى بن نصير فتحه في سبع سنوات فاستقر أمر الإسلام بالمغرب فتح المناطق الداخلية أسس ولاية سجل ماسة نشر الإسلام ومطّد أمر الإسلام ولم ينتقض عليه المغرب الذي صار منذ الآن مسلما بل صار قاعدة الفتوح إلى الأندلس إذن قضى المسلمون في فتح المغرب سبعين سنة ثم كان لهم موعد مع الصعود إلى فتح الأندلس والتمدد إلى قارة أوروبا وهو أعظم الفتوحات أرسل موسى بن نصير واليه أو أحد قواده وهو طارق بن زياد لكي يفتح الأندلس طبعا في ذلك الوقت كان هناك نوع من الاضطرابات في شبه الجزيرة الأيبيرية التي هي الآن الأندلس كان حصل فيها انقلاب عسكري أحد القادة طبعا خلينا نقول بداية أن الأندلس كان يحكمها قوم يسمون القوط الغربيين القوط الغربيين قوم تولوا الحكم في هذه المنطقة مع ضعف الإمبراطورية الرومية الغربية التي كانت عاصمتها روما القوط الغربيين في ذلك الوقت انقلب منهم أحد القواد اسمه رودريكو وتسميه رواية العربية لذريق على واليها وكان ممن أساء إليه ابنة والي سبتة مكان يعني ولاية سبتة كانت تحكم من أوروبا وكان واليها لمناعته لمناعت المكان مستعصيا على الفتح الإسلامي لكن لما تعرضت ابنته للإهانة أو للإذلال لأن ابنته كانت موجودة في الأندلس كنوع يعني من التعليم أو التربية التي يحب الولاة أن يأخذونها في قصور الملوك فساعة إذن لما حصل هذا الانقلاب إذا بوالي سبتة صار يعني يساعد المسلمين على أن يتوجهوا إلى الأندلس وعلى أن يفتحوها فكانت هذه المهمة أرسل موسى بن مصير كما قلنا طارق بن زياد وقبله أرسل سرية استطلاعية بقيادة طريف بن مالك طريف بن مالك هذه السرية الاستطلاعية كانت أولا تحاول أن تفهم وضع الأندلس وتحاول أن تستوثق من هذا التحالف الجديد مع والي سبتة وبالفعل كانت النتيجة نتيجة إيجابية وبالتالي أرسل موسى بن مصير طارق بن زياد على رأس جيش من حوالي 18 ألفا يقال أحيانا 12 ألفا لكن على كل حال هذا الجيش الذي قاده طارق بن زياد هو أول جيش عبر إلى الأندلس من المضيق الذي يعرف الآن بجبل طارق نسبة إلى طارق بن زياد هنا سنجد يجب أن نلفت النظر إلى أن طارق بن زياد لم يكن عربيا وإنما كان من الأمازيغ من البربر فالحقيقة أن فاتحي الأندلس هم المغاربة وهذه أيضا من معجزات الفتوحات الإسلامية أن الفتوح الإسلامية يعني الأقوام التي دخلت في الإسلام والتي فتعها الإسلام تحولت بعد قليل إلى أن تكون هي أقوام فاتحة وهذه أمور لا تتكرر في التاريخ يعني إذا لم يجبر الجيش الغازي المحتل بعضا من الشعوب على أن تقاتل معه فإن الشعوب لا تتطوع بينما في تاريخنا نحن المسلمين كانت هذه الشعوب التي فتحت إنما تتقدم لتستكمل عملية الفتح وتهدي غيرها إلى الإسلام على كل حال انطلق طارق بن الزياد واجه طارق بن الزياد الجيش الكبير الذي يقوده لذريق أو رذريكو في منطقة تسمى وادي في موقعة تسمى برباط أو المكان يسمى وادي لكة هذه هي المعركة التي كانت في تاريخ 28 رمضان من سنة 92 للهجرة وهي معركة من عجائب المعارك لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن الزياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لذريق يعني لذريق هذا من كثرة أو من شدة إيمانه بانتصاره زاد في عدد الحبال التي كانت معه لكي تكفي من سيسوقهم أمامه من الأسرة وكان من تدبير الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل نفسه لذريق هو الذي فقد بعد المعركة يعني اختلف المؤرخون فيه هل مات أم أنه هرب واختفت أخباره أم أنه غرق ولم يعثر على جثته يعني ما يزال الباحثون حتى الآن يفتشون في أخبار لذريق الذي اختفى بعد المعركة وفي ذلك الوقت انطلق طارق بن الزياد مباشرة بعد قضائه على هذا الجيش الكبير نحو طليطلة التي هي العاصمة الأساسية لذريق عاصمة الأندلس لكي يقضي على القوى الرئيسية على أساس أنه فيما بعد ذلك تنفتح له البلاد بدون مقاومة كبيرة هذه طبعا فعليا فتحت له البلاد يعني أبوابها وكان هذا الفتح من أسهل الفتوح ويعني كون هذا الفتح من أسهل الفتوح شيء جعل والي المغرب موسى بن نصير يستغرب من توغل طارق وبعض المؤرخين يقول بأن موسى بن نصير أرسل إلى طارق يلومه ويعاتبه على هذا التوغل الذي يقطعه عن الظهر والسند الإسلامي لأنه إذا انقلبت بعض هذه المناطق على طارق بن الزياد فلن يستطيع أن يمده وهذا ما جعل موسى بن نصير يسارع فوق جيش قوامه 18 ألف رجلا لكي يدخل هو أيضا إلى الأندلس لكي يسند الجيش الذي دخل به طارق بن الزياد وبالفعل سلك الرجلان مسارين مختلفين في فتح البلاد واتفق أن يلتقوا عند مدينة في الوسط إلى الغرب تسمى طلبيرة عمليا هذا الفتح السريع ما يزال مدهشا حتى الآن جستاف لوبون المستشرق المؤرخ الفرنسي المشهور يقول أتم العرب فتح إسبانيا بسرعة مدهشة وذلك أن المدن الكبرى سارعت إلى فتح أبوابها لهؤلاء الغزاة المسلمين فدخل الغزاة قرطبة ومالقة وغرناطة وطليطلة صلحا وأحسن العرب سياسة سكان إسبانيا كما أحسنوا سياسة أهل مصر وسوريا فقد تركوا لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم وحق المقاضات إلى قضاة منهم ولم يفرضوا عليهم سوى جزية سنوية بسيطة فرضي سكان إسبانيا بذلك طائعين وخضعوا للعربي من غير مقاومة طبعا الذي حصل أنه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك رأى جيش المغرب وقد توغل كله في الأندلس طارق بن زياد توغل وموسى بن نصير توغل وأرسل إلى طبعا في ذلك الوقت كان الوليد بن عبد الملك تولى بعد أبيه عبد الملك بن وران فأرسل إلى موسى بن نصير أن يأتي بطارق بن زياد ويقدوم عليه ولا يستكمل هذا الفتح خشي عليهم أيضا من الضياع وبالفعل لم يكن قد بقي لهم إلا منطقة قليلة في أقصى الشمال الغربي من الجزيرة الأيبيرية ففعلا موسى بن نصير وضع ابنه عبد العزيز بن موسى على ولاية الأندلس لكي يستكمله وفتح بقية المدن التي لم تكن فتحت وذهب موسى بن نصير إلى ومعه طارق بن زياد إلى الشام إلى دمشق وعند نهاية ولاية موسى بن نصير وهي استمرت سنتين تقريبا كانت الأندلس بالفعل هي قطعة غالية من الأرض الإسلامية بطبيعة الحال لا ينتهي بنا الكلام عن الأندلس لو تحدثنا عن الأندلس وحضارتها حتى لو اقتصرنا على كلام المؤرخين من غير المسلمين وحدهم لاستطعنا أن نملأ مجلدات منه وبالفعل هم كتبوا مجلدات كثيرة في هذا ويعني أتذكر كلمة المسشق الإسباني بدلو الشلميطة يقول لقد كانت الأندلس بالنسبة إلى سكان الممالك النصرانية الشمالية من شبل الجزيرة الأيبيرية قطعة من الجنة وأرض المعاد حاجة كده ذي الفردوس المفقود وحتى جستاف لبون يقول لم يكد العرب يتمون فتح إسبانيا حتى بدأوا يقومون برسالة الحضارة فيها فاستطاعوا في أقل من قرن أن يحيوا ميت الأرضين وأن يعمروا خراب المدن ويقيموا فخم المباني ويوطدوا وثيق الصلاة التجارية بالأمم الأخرى ثم شرعوا يتفرغون لدراسة العلوم والآداب ويترجمون كتب اليونان واللاتين وينشئون الجامعات التي ظلت وحدها ملجأا للثقافة في أوروبا زمنا طويلة البحثة الإسبانية مارجريتا جوميز تقول أن الإسلام أثمر ثمارا عظيمة في بلاد الأندلس التي شهدت أهم اندماج عرقي وحضاري بين الشرق والغرب وكانت قرطبة في القرن الرابع لهجري العاشر الميلادي أيام خلافتي عبد الرحمن الثالث وعبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر كانت عاصمة الإسلام السياسية الأكثر سطوعا في ذلك الوقت والأكثر تحضرا في أوروبا بل أنه قرأت في كتاب لمحات من تاريخ العالم لزعيم الهندي جواهر لال نهرو يقول أن حكم العرب لأجزاء من إسبانيا لمدة 800 سنة أمر يدعو إلى الإكبار ويزيدنا إكبارا أن تلك المدنية الرفيعة والثقافة الراقية التي وصفها أحد المؤرخين بقوله لقد نظم المغاربة مملكة قرطبة العظيمة التي كانت مفخرة العصور الوسطى والتي حملت نبراس العلوم والحضارة الزاهرة على العالم الغربي الذي كان مغمورا في الجهل والوحشية بقي أن نقول أن موسى بن نصير حين كان يفتح الأندلس كان في الثمانين من عمره وأن الأندلس إسبانيا هي قطعة من الأرض لم تنهض لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام الفترة الوحيدة التي كانت فيها هذه المنطقة حضارة ناظرة ونقطة مضيئة في تاريخها كلها الوقت التي كانت فيه في ظل هذا الإسلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد علينا الأندلس وما فقدناه من ديارنا وبلادنا ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته